قال لك ثلاثين سنة بلد بدلت حتى 2013 من تسع وتسعين إلى 2013 مدة 14 سنة هم منين ذاك يبعثوا لي ذاك نحكي لكم قصة هنا منين ذاك يبعثوا لي واحد او اثنين او يقروا لي كان يقرأوا معايا كان يصحافي كان يقرأوا مسؤول في حزب كان يلاقي تنهار ويعرفني كان يلاقي من البلاد تلاقيني في العاصمة وفي العواط منين ذاك يبعثوا لي واحد وكاين حتى اللي كانوا مناضلين لكن بعد بسبب او باخر اصبحت عندهم علاقات مع السلطة مناضلين ايام الفيس وغيره ففي هذه الفترة من تسع وتسعين للألفين وثلاثة عشر ولماذا نقول للألفين وثلاثة عشر لان في ألفين وثلاثة عشر قلت انه ما تزيش تبعثوا لي حتى واحد لان في الغالب هذو يجوني ما يجونيش يقولوني ارى انا جايك مرسول في التليفون لما يكلمني ما يقوليش اني جاي كرسول كمرسول من عند الجماعة الحاكمة من عند العصابة نوع كل واحد وش يقول لك واحد قرأ معايا واحد كان صحافي واحد كان منش عارف في حمس واحد كان في الفيس واحد كان في الافافاس هكذا يعني كل مرة يبعثوا لي واحد واحد اوه وكل هم كل هذو اللي جاءوا تلقاوني من تسع وتسعين للألفين وثلاثة عشر يبداولي والله انت انسان مخلص ووطني ونانا استعرفوا بيك وكذا ومعد انا يقول لهم جيبونا من الاخر مجمعه يعني اسمعت هذا الكلام قبل يعني ما المفيد يا يقولي والله اني جايك بي رسالة او جايك بي كلام من عند السلطة مرات يقولي مش من السلطة في الغالب كانت الديارة واحيان كانت بوت في اليقاء يعني طيب وشنو المطلوب يقولوا لي اسمع انت رك عايشة لا ما زالت عندك نظرة مثالية الجزائريين الجزائريين الشعب راه ولا رخيص الناس رخصة والشعب تحن وهذا اللفظ تسمحوني على العبارات هذه وانا طبعا كي اسمع هذا الكلام كان يبان في وجه الغضب يعني وانا ينسان كي نقدر بيبان في وجهي فنبدأ نشعر بالغضب وبالضيق لكن خليهم يكملوا والشعب خلاص والناس ولات نفسي نفسي والناس راه متاكلين على الارث ومتضاربين على الاراضي ومتضاربين على كذا وانسة واشطرة فيها وارجال ويبدأوا يحكي لك باش يكسر لك الشعب بمعنى قضية لك تقاتل عليها ولا تناضل عليها ولا تقاوم عليها راه راحت هذا وش حبي يقول هذا المرة طبعا ما راحش هو ما قالهاش كامل بس احطى الاشارة هزايت بدلت عندها ثلاثين سنة نعم جزايت بدلت لازم تتبدل هو اصلا شعب الجزائري لو كون ما هو شقع اليوم شعب هذا لو كون ما هو شقع لص ومشقع مرتشي ومشقع فاسد ومشقع فاجر ومشقع كذاب ومشقع خاين هذي ديجا في حدثها معجزة لانكم درتوا كل شيء كل شيء في ظرف ثلاثين سنة باش تحطموا كل شيء جميل عند الجزائريين تحطموا الاخلاق تحطموا العلم تحطموا التفكير تحطموا اللغة تحطموا كل شيء ما خليتوا شيء ما حطمتوش تحطموا الأسرة تحطموا الحرمة تحطموا العمل ما خليتوا شيء ما حطمتوش بكل الطرق فامليح لو كان يعود فقط نصف الشعب فاسد كما راكم تسموه انتم منكونوا معرنة شميل جدا حتى لو كان يكون ثمانين بالمئة شعب فاسد وليس مفسد فاسد فستوه ما زال كين الخير ما زال كين الخير لأن الفاسد يرجى صلاحه المفسد كما انتم المفسدين رب يقول عليهم إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويقول إن الله لا يحب المفسدين هذه قاعدة إلهية نحن نؤمن بها ولكن في علم الناس علم الحضارات في من كتبوا المؤرخين الغربيين الشرقيين كلهم أجمعوا على أن المفسد لا يمكن أن يكون مصلحة لا يمكن فاسد ممكن لكن المفسد لا يمكن واحد كما أنت تتبون أنت مفسد بل أنت رأس من أئمة الفساد والإفساد أنت والعصابة اللي راه معاك فأنتم تبعثون في رسالة غير مباشرة الشعب تبدالوا ثلاثين سنة راكم بعاد عندما كنا نحن نقول وأنا واحد من ربما آلاف الجزائريين كنا نقول أن الشعب سيثور وسيخرج وسينتفذ عليكم كنت انتاء وأو يحيى وسلال وجمع الوزراء والجنرالات وكي تردوا أو تخرجوا ودخلوا ويحيى خرجوا وقال الشعب ما يناضش وإلى ناض كين الدولة معناه كين الله ساعد شوفوا الرأو يحيى اليوم الشعب هو اللي فرض عليكم باش نصف العصابة في السجون نصف عام مع تبون وحتى نصف العصابة اللي معك ما زالت تدخل وانت ما زالت تدخل بإذن الله في السجون ويحكمكم جزائريين إذن الإشارة باللواء كانوا فقط ناس هنا والشعب خلاص الشعب هذا الشعب تحنتوه طحن الشعب تحنتوه طحن هلكتوه هبلتوه توصلوا هناك تقطعوا الكونتور تريسيتي على أسر تقطعوا الكونتور تعلما على أسر وكما تقطعوا الكونتور العاصمة ما يجيهش الماء في الصيف ووهران وقصنطينة وقال ما هو مبواجي والجلفة في الصيف والماء ليس بارك الأكل والماء ما يقال الشعب هذا الحمد لله ما زال شعب عاقل ما زال شعب وزاد الحراك جاء أطالوا أمل والحراك سيعود شئتم أم أبيتم سيعود بإذن الله ونحن نعيش أيامه قد يتأخر سمانا سمانتين لكنه قادم وكما قلنا هلكم قبل 2019 والفيديوهات تشهد على ذلك والتدخلات تشهد على ذلك هذا الشعب خلاص لن يعود للحظيرة سيسترجع حريته وسيقيم دولته المدنية وسيغطيح بالمافيا العسكرية وبالمخابرات الإرهابية وباش ما نطولش كثير راكم تجرون في اتصالات هذه الأيام مع من تعتقدون أنه ممكن يكون عنده تأثير في الداخل أو في الخارج لا أستبعد أن يخرجونا ناس في الداخل أو في الخارج باش يقولوا آه لازم نلقاوا مصالحة ومع بلادنا ودولتنا نحن عارفين هذا الناس إما مساكين حمقا لا يفهمون طبيعة النظام ولا يعرفون الطبيعة أو يريدون باش يتمقوا يتمقعوا يجبون لك منصب يحب وزير يحب سافير وهذا كنت قدرتوها مع معارضين سابقين لكن الوقت لما قسمت الارسيدي جبتو حطيتو خليدة مسعودي وزيرة وجبتو مش حال من الحزب تحطوا وزير وزيرة هنا باش تقسموا الأحزاب تقسموا الله فأنتم رأيكم تتصلوا وأنا عندي علم ليكم تتصلوا منذ أيام ببعض اللي تعتبروهم عندهم ما زال عندهم تأثير أنا أقول لكم الحاجة والله المقاومين الأحرار الصادقين والله تعطوهم ملع الأرض ذهبا والله تحطوهم على كتافهم قعدوا دولارات العالم على يمينهم دولارات العالم وعلى يصارهم يروات العالم أو ذهب العالم والله ما يغيروا لأنهم صحاب مبادئ أما المنافقين المتلاعبين المخادعين الكذابين هذوك حتى وين لبسوا برنوس المقاومة سيفضحون والناس تكتشفهم ونرجعوا شوية للتاريخ وشوفوا كانوا كانوا على أساس مقاومين واحد مثل مزرق رفت السلاح واحد مثل ربح كبير على سبيل المثال باش ما نطولش لأن قائمة طويلة كاين على سبيل المثال فقط الجماعة اللي كانوا مع نحناح الجماعة اللي كانوا في الأرسيدي الجماعة كانوا في الأفافاس شوفوهم والفضهم الشعب والفضهم التاريخ وراحوا إلى مزبلات التاريخ اللي ماتوا على المبادئ مزال الشعب ينظر إليهم وهم أموات ينظر إليهم أنهم مش فقط أحرار وشرفاء وشهداء بل أنهم أحياء معنا لأننا نلتمس في روحهم في كلماتهم في كتاباتهم الناس تتعلم منها وترفضها معاها هذه الكلمات وشفتوا الشعارات اللي رفعت في الشعب أما المخادعين والماكرين فهذا في كل وقت مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية لن نحاوركم ولن نقبل إلا بقيام دولة مدنية بدون شروط تعلنون فيها أنكم تقبلون تطبيق المادة السابعة والثامنة من الدستور لنحمن سينهاش وقيام دولة مدنية وعودة العسكر إلى الثكانات والابتعاد عن السياسة وعن التجارة وعن الاقتصاد وإنما القيام العمل العسكري البحث فقط والشعب يقرر مصيره وتقوم دولة بإذن الله تكون دولة عدل وحق وقانون ولو بعد حين لأن الدولة لما تقوم ستأخذ سنوات باش تستقر أمورها تقوم دولة مدنية باش نبدأوا من جديد أما التلاعبات أما اطلق هذا دير هذا حتى لو كان قدوة تصدروا حكم بإطلاق صراح كل المعتقلين سنرحب بذلك لأن أي واحد من خوتنا واخوتاتنا يطلق صراحه ذلك أمر نباركه لأنه أنا عارفين الصادقين منهم سيعودون للمعركة وأوسرهم تحتاجهم نعم ومش مزية من عندكم لكن انتم ما راكم تفكروا تقولوا بالك نديروا عافوا عام كما اللي دارو الشادلي في ديسمبر 88 من بعد صار عافوا عام وطلعوا الجنيرالات اللي عذبوا الشباب وقتلوا الشباب في ساحات في المدن الجزائرية ولوا جنيرالات بل أنه بعد شوية طلعنا الزار والاوزير دفاع وهو اللي كان يقتل في الجزائريين وقالهم ما عنديش عنديش الرصاص المطاتي طلق نطلق الرصاص الحي الأحياء في قلب العاصمة وفي خارج العاصمة عافوا عام لن نقبل به لأنكم تريدون ان تعفون على العصابة اللي في نصف العصابة اللي في السجون على الوزراء وعلى رؤساء الوزراء وما يسمى برجال الأعمال وا 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 واللي نهبوا وعشرات الملايين من الدولارات وانتم تعترفون وتخلطوها كما ذي كتاع بكري تدي تشينا مع البطاطا نطلقو لكم شوية أحرار ونطلقوه وتوعكم أبدا الشعب لن يقبلوا الأحرار لن يقبلوا وكم نشوف الأحرار هم فيه إضراب عن الطعام فيهم اليوم خبر فيه واحد منهم يقولوا فقد بصروا فقد بصروا وما ترجعش لأن هؤلاء الأحرار ما كونش فاهمين من أي طينة هؤلاء ما كونش عارفينها تظنون أنهم تع شهوات وماكلوا وشراب لا لا قد يكون بعض يلبس لباس برنوس الحرية وأنه من مقاومة قد يكون متلاعب لكن أغلبية لا الأغلبية العظمى لا خاصة اللي في السجون لن نقبل وسنظل نقومكم فيما يخصني فيما يعرف إخواني أيضا سواء إخواني في الحركة أو إخواني اللي قرب مني وأنا قرب منهم والله الآخر نفس دولة مدنية نطالبوا بشي نطالبوا بالقمر نطالبو أنتكن عندنا دولة كم Sciο كاش ما شفتوا دولة عسكرية ناشحة كاش ما شفتوا دولة تعل جينيرالات ناشحة كاش ما شفتوا في دولة نصف الجينيرالات تعال البلاد في السجن ونصفهم ماrigcho عارفين وبعضهم هاربين وبعضهم خايفين لو دولة مدنية في مصلحتكم قبل ما تكون مصلحة شهوات دولة مدنية تقوم دولة مدنية انا فيما يخصني تعرفوه قلتلكم شخصيا لا اطمع في دنياكم ولا في منصبكم وراكين بيديو من شرم 2013 ولا في السلطة تاكم كي نعود قادر روح نتكى على كرموسة ولا على زيتونة ولا على نخلة يكفيني قبل ما ندخل هذا اللايب كنت تكلم مع الوالدة الوالدة في حالة صحية صعبة عندي اكثر من 12 سنة مشتهاش لا اعرف اذا كنت رح نشوفها وتشوف نيولا الاجل عند الله الاجل عند الله لكن لو كانت جود تقولين اعطوك طائرة الان تروح الوالدة الان وبالاك رح تنفقدوها بعد ايام او بعد اسابيع وقل لكم خلينا لعلنا نلتقيها في الجنة كاي ان اخوتاتي مشتونش منذ 27 سنة عندي زوج خاوتي اللي توفى الصيف اللي فات واخوي صغير شفتهم قبل سنتين فقط سنتين معنا قاعدت ربع قرن مشتونش عندي اخوالي عندي خالاتي عندي ولاد خالتي ولاد عمي ولاد مشتونش قبل 27 سنة اصدقائي احبابي زملاء 27 سنة والله مستعد اني ما نشوفه مشي للأبد حرية شعب الجزائري لن نتراجع عنها ولن تجدوا حر حقيقي يتفاوض معكم تحت الطابلة ولا فوق الطاولة الا اذا كانت تفاوض لامام الجميع والهدف قيام دولة مدني اه لو يبدأ اجراء بروسس اخلاص بضمانات والتزامات وامور واضحة معلش ولياخد هذا البروسس عام عامين ثلاثة خمسة عشرة شعب الجزائري يقيم دولة مدني نحن لا نريد لا ان تقطع رؤوسكم ولا ان تعدمون ولا ان تسحقون نحن بالعكس انا في لحظة معينة قلت لكم انا من عندي تدو الحصانة وتدو حتى مليون اورو في جيوبكم باش تخلو الشعب يقرر مصيره انا ما عنديش اشكال انا ما عنديش انتقائج سيبار رونكينيه وما عنديش فنجانس باش نديها من عندكم انا كنت موظف وكنت في منصب هائل وكان عندي الباسبور الاحمر وكان عندي الصالار وكانت عندي الدار وعندي السيارة وعندي المنصب وعندي الجاه وعندي السلطة حتى وكنت على ابواب لكان مشيت يعني السفير كانت على ابواب 4-5 سنينifiers وصبح السفير لكن لكم لا تفهمون تعتقدون ان الدنيا مال ان الدنيا ننفوذ هاو شوفو هاو القيد صالح قبل عامين واش كان ومش كانت الجنرات ترتعش امامو هو بعزة وسيني كان يدرب الجنرات بالكف يضربوا جنود بالكف شوفوا أمامكم سواء اللي مات أو اللي مات وهو حي ولا مات وهو تخلق بروا ولا ما تخلوش شوفوا انت باتة ماتة لا تفكروش الموت لا تفكروش الموت لا تفكروش الموت اي الوالدة ادعو لإخواني لعل فينا وفيكم من الصالحين ادعو لها بالخير اي صورتها اول مرة تشوفوا صورة الوالدة وانا في حديث معها بصعوبة فادعو لها بالخير نحن لن نستسلم ابدا ننتصر او ننتصر او نموت اذا لازم العمر